جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام تقدم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بشان شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره فقد بيّنت الهيئة الآتي أولا يحرم على المصاب شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح متفق عليه ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ثانيا من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله لما رواه الشريد بن سويد الثقافي رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فرجع ثالثا من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وفي كل ما ذكر إذ لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهرا أربع ركعات هذا وتوصي هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص كما توصي الجميع بتقوى الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه بالدعاء والتضرع بين يديه في أن يرفع هذا البلاء ترجمة نانسي قنقر